السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اذا اردت ان يكون الرزق بين يديك دائما لابد ان نظن بالله ظن الخير بل نتيقن بان الله اسمه الرزاق ولا نظن به ظن السوء بان الله خلقنا ونسينا كما يقول بعض الناس ومن تم سيفتح الله لنا ابواب من الرزق وابواب من الكرم وسبحان من سخر هذا لهذا الرزق مضمون لكن الله لا يسخر هذا لهذا ولن ينساك ابدا اذا شعرت بانك في وضع صعب نادي ربك وقل يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين هذه الكلمة تغير القدر حتى ولكن مكتوب قدر يغير بكلمة يا ارحم الراحمين وانا اقول يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك هذه الكلمة خطيرة جدا من اراد ان يعطيها الله العز دوما وابدا يعطيه الله تعالى المكان الراقي بعض المسؤولين مثلا عندهم مناصب ويخاف انه غدا او بعد غد يزيلونه من منصبه ويشعر بالاحباط سواء كان في الادارة الامنية او الادارة الترابية او كان في الجماعات المحلية او كان مسؤول على اي قطاع من القطاعات الادارية وغيرها ويخاف ان غدا او بعد غد يزيله من منصبه ويصدم ماذا عليه ان يفعل يقرأ هذه الايات لفيها مالك الملك قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب حتى عموم الناس من قرأ هذه الايات لن يمسه الفقر ابدا ولن يشعر بالذل ابدا يعني الحجرة شو حجرك ما يقدرش ما يقدرش نهائيا اذا حجرك تمنثل علامة ولا هانك الله تعالى كيبدلتك الاهنة الى اكرام وعزة هذه الايات اقرأها وترى عجبا تسمى ايات الملك في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك قيل بان مالك الملك هو اسم الله الاعظم وقيل هو الحي القيوم وقيل هو يا ارحم الراحمين وقيل يا مغيت اغتني كلها اسماء الله تعالى من نطق بها فان الله تعالى يعطيه حقه ويلبي دعوته قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء التعيين والازاحة هي لا تكون من الحكومات ومن المجالس بل الله اذا اراد ان يعطيك مقام اعطاك وإذا أراد أن يزيحك أزحك قل اللهم ملك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتدل من تشاء العز والذل من عند الله هو الذي يرفع ويضع سبحانه وتعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قال بعد الصلحة هذه الكلمة بيدك الخير كررها بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير سبع مرات كتصعد 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 إلى السماء وربك في سهل الكباب الخير في الزوجة والأولاد والعائلة والأحباب والجيران والأصدقاء في العمال وانتغذي في الطريق عموم الناس الخير كي يكون معك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي هنا قال العلماء بأن القوانين كلها كتكون في صالحك القوانين الكونية والقوانين التشريعية كلها في صالحك حتى ولو كان الأمر مستحيل ينقلب إلى أنه ممكن أن يقع لأن الله تعالى يعطي بالأسباب ويعطي بلا أسباب ويعطي ضد الأسباب سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب ذكرها وترزق من تشاء بغير حساب الله يرزقك كثير وبغير حساب والرزق ليس مال فقط رزق صحة وعافية رزق أولاد وبنات رزق حياة حلوة مع الزوجة والأولاد والعائلة الرزق يكون قبول مع الخلق الرزق يكون فتح رباني في العلم الرزق يكون رحمة للوالدين يعني الرزق ليس المال فقط وإنما أشياء كثيرة ومتعددة وأعظم الرزق هو أن يعطيك الله نور الإيمان ويعطيك الله تعالى المعرفة الربانية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعرفون كل هذه الأشياء تجعل الإنسان إن شاء الله ميسر بإذن الله للا خديجة نترحم على والدك وعلى زوجك الله يرحمهم رحمة وسعة الله يعونك على الزمان الله يعونك يا ربي على تربية الأولاد والله يجب لك الرزق الوفير والخير الكثير اللهم أمين يا ربي يا كريم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة بالحج الله علينا وعليكم لجميع المسلمين للا خديجة يا مرحبا واشحقك لي الحج شوية للحج يا سبيل للا من مكناس أعقلت عليك شوية إياها للا الله يرحم الوالدين الحاج بغيت شي دعوا بالرحمة والمغفرة لزوج ديالي والوالد ديالي اللي أرحمه أيه للا خديجة والله العظيم كنقلب على الرقم ديالك وهذا واحد شريفة من مكناس كتسول عليك كتسول عليك وبحث عن الرقم ديالك تسول توقيته أرقم ديالك أخرين أرجوك للمجدونين أخذ لي الرقم ديال لخديجة وإن شاء الله تعالى عنبعت لها السيدة من مكناس رأى بغتك الوحد الأمر مهم إن شاء الله تعالى وتعاطفت معك على الوضعية ديالك أنك فقدت زوجك وأباك في وقت واحد وعندك ولدات وظروفك صعبة إياها للا وإلا جاءت على خطرك أبا الحاج بزاف المرات كنت 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 سنال التصال ديالك مكتب شي لك الممكن أبا الحاج عندي شي أسئلة وعندي شي بغيت نهبر معاك الحاج إلا جاءت على خطرك وخال الله بإذن الله بإذن الله تعالى أن أخذت الرقم ديالك ما كان نجمل الرقم ديالك كتار بزاف وكان نكتبزن خديجة كان لقا بزاف خديجات هذي من المكناس هذي من حد سوالم هذي من خميس مامرة وكان قن تصل نتصل خارج البرنامج عندما تضبط من النمر ديالك إن شاء الله شوية نتصل بك وغنتصل بالسيدة الأخرى من مكناس وغت كل بنتكم العلاقة رأى بغت تقدم لك شي مساعدة على الوضع شفرة الله يحمل والدين بغيت دعواد الخير لولادي والله يدلي فيهم الباركة يا رحمن يا رحيم ورى العيانة الحاج رأى قني التفكير في المجهولة الحاج بغيت شي دعواد الخير لا أكبر وعندي واحد سؤال الحاج بغيت نسولك بيني وبينك الله اللي جاءت على خطرك الله يحمل والدين وخلا خديجة أنا نتصل بك إن شاء الله بعدين نتصل بك إن شاء الله خارج البرنامج وإن شاء الله يكون خير لكن للا خديجة بغيت غير نقول لكم نخبرك بأنك أنت مرت بتجربة قاسية أن الإنسان إذا فقد أحب الناس إليه يشعر بنوع من الصدمة فقدت زوجك لهو سندك ونصفك الآخر ثم بعده مباشرة فقدت والدك لم يبقى عندك من ينفق عليك لكن علينا أن لا ننسى أبدا بأن الأزواج والإخوة والأباء هم مجرد منفقون ولكن الرزاق هو الله تعالى حي لا يموت الله تعالى حي لا يموت من كان يعبد محمدا فمحمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت الذي يتوكل على المخلوقات كأنما يتوكل على نسيج عن كبوت ومن أراد الفوز فليتوكل على الحي الذي لا يموت كلمة قلتها للا خديجة أنك تخافين من المجهول هذه كلمة ربما خاطئة لا ينبغي أن نفكر في المجهول نحن نعيش اللحظة من طبيعة المؤمنين أنهم لا يفكرون في الماضي ولا يضعون تساؤلت عن المستقبل هذه من طبيعة التفكير الديني الإسلامي الرزيم أنني أنا الآن أعيش اللحظة فقط الماضي لا أسأل عنه لأن ما مضى مضى ولن يعود أبدا والمستقبل لا أسأل عنه لأنه غيب مؤمل وليس لك إلا اللحظة التي أنت فيها تعيش اللحظة إذا فتحنا باب الحديث عن المجهول فإننا سوف ندخل إلى دوائر فيها وساوس شيطانية قهرية وندخل إلى دوامة نعلم بأن الله تعالى تكفل بالأرزاق لكل المخلوقات ومن دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها كل مخلوق في الأرض أو في السماء أو في قاع البحر الرزق مضمون على الله سبحانه وتعالى بشرط أن نتوكل عليه وسطر عجبا يروى أنه في عادي نبي الله سليمان عليه السلام سمع بأن هناك بعض القبائل في الهامش عندهم مجاعات وكان عندهم جفاف وهناك في أرامل وفي هناك أيتام فقام بجمع عدد كبير من المعونات ليقدمها إلى الناس وبدأ يقدم هنا وتعب سليمان تعب إلى أن وصل إلى مكان فيه بركة من المياه بركة كبيرة من المياه منظر جميل طبيعي قال سأستريح قليلا مع الجنود ثم نواصل السير لما جلس عند ضفة النهر إذا به يرى نملة صغيرة تسير في الطريق وتحمل معها قشرة خبز وتدفع بها تدفع وبدأ يتأمل في هذه النملة التي تسير وتدفع قشرة الخبز حتى وصلت إلى ضفة النهر فخرجت ضفضع صغير وأطلق لسانه وابتلع النملة وقشرة الخبز ثم هوى الضفضع في أعماق النهر وبعد لحظات عاد الضفضع ليصعد إلى الضفة ويفتح فمه وتخرج النملة سنيمة وليس معها قشرة خبز فتعجب سليمان وأخذ يرمق وينظر ويتأمل في هذا المشهد خاطب النملة وكان النبي الله سليمان يفقه لغة النمل أيتها النملة ماذا صنعت وماذا فعلت مع الضفضع قالت يا نبي الله إنني مأمورة الله تعالى أعطاني هذا الرزق لكي أوصله إلى من ليس عنده رزق ففي هذا النهر هناك سمكة عمياء محبوسة وسط الصخر وربنا عز وجل يبعتني لكي أحمل لها هذه القشرة من الخبز كل يوم وحينما أتعب يكلف نملة أخرى ستأتي غدا لتقوم بنفسي العمل فالله اسمه الرزاق لا ينسى أحد لا الحيتان في قاع البحر ولا الطيور في أعلياء السماء ولا الوحوش في البرية ولا الأجنة في بطن أمهاتها فهل ينسنا نحن البشر الذين ندب فوق الأرض نسبح له ونحمده السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة